طيب من هي الحالات اليوم المستثنات من الخدمة العسكرية بالمغرب وكيف يتم تعامل مع المتهربين من أداء هذه الخدمة العسكرية شكرا على هذا السؤال المهم الذي تسؤول عليه الكثير من الشباب المهتمين بالخدمة العسكرية فاستفادة من حالة الإعفاء سواء الموقع أو النهائي يتم من خلال إيداع طلب لدى السلطات الإدارة المحلية مشفور بإتبات سبب هذا الطلب للإعفاء خلال العشرين يوما الموالية لملء الاستمارة ويتسلم المعني وصلا من السلطة الإدارية المحلية عن هذا الطلب الذي يوجه إلى اللجنة الإقليمية هي التي تثبت في طلبات الإعفاء بالنسبة للحالات الموجبة للإعفاء فهي أولا العجز البدني أو الصحي ويتبت باتقرير طبي تسلمه أو صادر عن السلطات الاستشفائية العمومية وكذا إعالت الأسرة من خلال شهادة يسلمها عامل العمل والإقليم أو عاملات المقاطعات كشهادة بأنه معيل الوحيد للأسرة ثم متابعة الدراسة أيضا من خلال شهادة تسلمها السلطات المختصة سواء التكويل المهني أو التعليم العالي أو وزارة التربية الوطنية ثم أيضا لا يمكن أن نستدعي من أسرة أكثر من مجندين فكل أسرة ستعطي البلادها مجند واحد